يعني من اليوم إلا واحد يعني يهرب بما لا يعرف هيقول إنه الماسونية مثلاً في العصل تنظيم إسلامي ما أحد أقول هيك صح؟ مستحيل بس عندك مؤرخين في الغرب هنا كما ألمعته الخطبة سريعاً يرجحون الناشط يستخدم لغة القطع يرجحون أن الماسونية متأثرة إلى حد ما بالحشاشيين بالإسماعيلية النزارية طب إيش علاقة الإسماعيلية النزارية بالماسونية وفي فرق زمني وفرق جغرافي وحضاري وثقافي فروق كبيرة تأثر قضية التأثر وقلنا كيف عبر بوابة إيش فرسان الهيكل أو فرسان المعبد وهذه برضو قصة ثانية وعنهم مئات الدراسات وجمعية خطيرة لكن هذه الجمعية توردت في فرنسا ثم في سائل أنحاء أوروبا وضربت وقدم المحاكم التفتيش طبعاً بإيه؟ بتهمة التأثر بالتوحيد الإسلامي فرسان المعبد لا يؤمنون بالتثليث كان لك كلام فارغ ما فيه ثالوث ترينيتي ترينيتيت قال لك فيه توحيد فيه رب واحد وعيسى ليس ابن إله ولا إله عيسى عبد ورسول تأثروا بلا شك فرسان المعبد في الصليبيات وهم ناشاءوا بتعرف في بيت المقدس كذا تأثروا سبحان الله بالفكر الإسلامي وشوفونه فكر آسر وقوي وجميل تأثروا تأثروا بأفكار وقيم إسلامية كثيرة على فكرة لذلك تهموا بتهمة أنهم مسلمون هم لا صليبيون وحاقدون على المسلمين لكن تأثروا فسيقوا لمحاكم التفتيش وقتلوا وعذبوا وطردوا والتهمة كما قلت لكم التأثر بالإسلام ثابت طبعاً أن فرسان المعبد في التوريخ الغربية وفي التوريخ الإسلامية فرسان المعبد تحالفوا مع الحشاشين في فترة ما ونفذوا بعض المؤامرات والخطط والاغتيالات معاً معنا في علاقة والحشاشين تستطيع أن تقولوا أنت مرتاح من أخطر التنظيمات على الإطلاق التي شهدتها البشرية تنظيم غير طبيعي دقيق جداً جداً سري محكم ذكي متفاني كما وعدتكم ربما تتكلم عن الحشاشين بهنوبدة قصيرة مكثفة إن شاء الله ونشوف ونشوف كيف هذا التنظيم وكيف التراتبية فيه وكيف مراتب الدعوة اللي فيه وطبعاً تقوم على ضد بداية الخطبة اليوم تماماً ما في نور وما في وضوح وما في بينات وما في صراحة لا في غموض وكذب وتلفيق وإدعاء ونفاق برامج شيطانية والقصد خلعك من دينك حتى تترك دين المسلمين وتصبح تقريباً زنديقاً محضاً والعياذ بالله عبر سبع خطوات منتهى الذكاء والشرية سنذكر أيضاً هذه الخطوات السبع لأن عندهم سبع مراتب فتأثر فرسان المعبد تأثر بهذا وتقيلوا هذه الطريقة ثبت بعد ذلك تأثر الماسونية تأثراً لا ينكر بفرسان الإسبتارية أو فرسان الإسعاف وأكثر من ذلك بفرسان الهيكل أو المعباد وطبعاً وفرسان المعبد عندهم مواريث وشوائب إسلامية حشيشية فانتقرت ماسونية فليس معناها أن هناك مشابه أن الماسونية تنظيم إسلامي من الشرق الإسلام لا لا يقول لها واحد هنا غربي مثلاً ضدهم أو تنظيم مثلاً أنشأهم مسلمون غير صحيح لكن آثار تنظيمات تنسب للإسلام حشيشية إسماعيلية نزارية ألقت بغلالها عليه بلا شك هذا موجود فكذلك اليوم أي تنظيم مسلم معاصر يخرج عن خطة النور التي ذكرتها في خطبتي وهي خطة أمتنا وعلمائنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لعلماء دين اليوم بفضل الله تبارك وتعالى لا يوجد عالم دين محترم إمام حقيقي أتحدث على إما أعملي تنظيمات لا يوجد تنظيمات لا يوجد الإمام لا يوجد الإمام أنا عندي علم قال الله قال الرسول وقال فلان وقال العلان وأنا أقول وهذا اللي عندهم وينصحون للأمة ينصحون للإمام للسلطان الحاكم وللعامة والعلماء على قدر إيه سواء بكل وضوح وأحيانا يدفعون الثمن مسكين من السلطان هذا الظالم يدفع للثمن يعني كثير علماء نكبوا وكذا وما كانوا في تنظيمات أصلا العلماء لا أعرفوا التنظيمات يعني فتنة الإمام الشافع وكذا يقتل قتل تسعة من إخواني أمامه الرشيد قتل لهم تسعة وقدم هو الذي تضرب عنقه عنقه عفوان تضرب الله أنجاب الطريقة المعروفة فتنة أبي حنيفة مات في السجن رحمة الله عليه وقيل مات مسموما كمان مات مسموما أيام أبي جعف المنصور ليس لأنه عنده تنظيم لأنه تنظيم الرجل كان معارضا لظلم السلطة ومحبش أنه يتقلد أي وظيفة رسمية للسلطة لأنه أعطيها أي مشروعية لأنك بديش خلوني في حالي أنشروا علم الرسول لا وسموني قالوا لا الإمام مالك أيضا لأنه قال للسلطة أنت لا يحق لك أنك أنت يتأخذ دور الفقية وتجيب ناس مش فقهاء ومش أم حقيين يفتوا للسلطان للمنصور أيضا مرة أخرى أبي جعف المنصور فان العباسيين الكبار بأنه أي واحد لا يبايا أو يخيص بالبيعة فزوجته طوالق زوجاته طوالق وعبيده عتقاء قالوا هذا كلام فارغ إمام مالك ليس صحيح قالوا هذا كلام فارغ ضرب المسكين بالحديد حتى شلت يده أو يداه فمن بعد ذلك الآن مالك يصليه لذلك الآن بعض المالك يفكروا مذهب مالك أنك لا تكفر اليدين تصلي هيك مع أنه في الموطأ ذكر أنه من سنة الأنبياء وضع اليمين على الشمال لأنه ضرب مسكين وبعد ذلك يظلوا آخر حياته سنوات طويلة لا يخرج من بيته لا إلى جمعة ولا إلى جماعة لا يصلي الجمعة ولا يصلي الجماعة يا أبي حبد الله أنت إمام المسلمين قالوا ليس كل أحد يستطيع أن يعرب عن عذره عندي عذر بقيتش أقوله ممكن العذر هم منعوه السلطة وقال ممنوع تقول عشان بالناش تشهوشات في الناس وإلا فسكتوا بدون يعملوا فتنة العلماء عمرهم كانوا بدون فتنة لا يحبوا الفتنة هم يحبوا أنه حبل الأمن لا يضطرب بل يستقر الأمور ولكن يا أمر المعروف أنه هنا على المنكر كانوا وكذا وجبنا هذه الخطة النورانية هذه خطة علماء الأمة أما تنظيمات وأدغال وسرديب ومن تحت لتحت ورصاص وقتل وتكفير مخيف هذا هذا لا 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 هذا ليس خطة علماء الأمة وهذه مشابه مع تنظيمات خطيرة من الشرق والغرب آخرها الماسونية كما قلنا وإن لم تكن أكثرها يعني آخرية لكن من تنظيمات الحديثة والمعاصرة أيضاً لا تزال حية ومنها كما قلنا عنها القرامضة والإسماعيلية النزارية أو الحشيشية أو الحشياشين كما هو معروف فإذاً مهم جداً نلفت إلى هذه النقطة المشابه هذه دلالتها ليس دليل أكيد ولا دليل علمي على أن هذه التنظيمات أو الجمعات هي ماسونية أو صيونة أبداً أبداً لكن في نفس الوقت هذه المشابه لها دلالتها الخطيرة التي فرقت الآن من ذكرية دلالة خطيرة ليس لازم نفوتها ثالثاً في حال ثبت أن هذه التنظيمات المتحدث عنها الإسلامية المعاصرة فعلاً مخترقة من الماسونيين أو مؤسسة أصلاً وفق أي خطة ماسونية أو غير ماسونية يجب أن نقر بهذا ولا تأخذنا أي في الله لومة دائم من باب المجاملة وبلاش نفتن الناس لا من حق الناس أن يعرفوا الحقيقة عشان لا نبقى إيش في العمى كمان لا أنه ثبت بأدلة الآن وفي أشياء كذا 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 يجب أن يقال هذه الناس مش نكتم لأن هذا من باب الشهادة أيضاً لكن هذه القضية أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر